ده حلقة مهمة جداً النهاردة حلقة كلكم طلبتوها احنا عملناها من سنتين تلاتة وكذا مرة تسألونا عليها وتطلبوه ان احنا نعملها لكو تاني وحنتكلم النهاردة في الموضوع ده اللي هو البلاستيك طبعاً كلكم لاحظتوا ان فيه ظهر اي حاجة بلاستيك بيبقى فيه كده مسلس وارقام ورموز احنا بناخدش بالنا منها في احيان كتير الرموز دي مهمة جداً 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 ليه؟ علشان تفهمني اشتري الحاجة دي ولا لا الحاجة دي بتستعمل صح ولا لا الحاجات البلاستيك للأسف اضرارها رهيبة واغلبية انواع البلاستيك اللي هي ما بتبقاش معمولة للأكل صالحة للاستخدام مع الأكل دي بتبقى احيان كبير جداً مش عايزة اقول دايماً احيان كبير جداً بتبقى مسرطنة علشان كده لازم اخد بالي لما اشتري حاجة بلاستيك لاستعمال بيتي استعمال البيت اللي انا هاكل فيه اللي ولادي هاستعمله اللي انا هاستعمله كزمزمية للمدرسة او لانش بوكس او طبق ولادي ياكلوا فيه او علبة احط فيها الجبن في التلاجة لازم اخد بالي كويس جداً من الارقام والمسلسات اللي موجودة بتبقى تحت هنتكلم في الموضوع ده النهاردة باستفادة هنفهم كل حاجة وهنعمل كبيبة حلوة جداً من غير لحمة بتاتاً تعالوا نشوف المقدير بتاعتنا ايه هاستعمل كبايتين برغل كبايتين مياه مغلية حباية بطاطس متوسطة الحباية دي بس لقها نص سل وببشورها بصلة صغيرة معلقتين نشا معلقة صغيرة بهارات مشكلة رشت في الفلسود وملح طبعاً دي القشرة بتاعت الكبيبة حشوة بتاعتي صوية مجروشة بصل وبهارات احنا قبل كده عملنا كذا مرة الصوية عصجناها هنعصجها معاكم مع بعض الصوية زي ما قولنا بننقاحها حبوب الصوية بنقاحها في مياه عشر دقايق وبعدين بعصرها بتبقى بالشكل ده اهي خلاص معصرهاش جمد قوي لان انا هعصجها فانا عايزها يوافية ارطوبة علشان تديني شكل اللحمة بالزبط اهي بالزبط شوفوا اهو هاجي هحط شوية زيت في الطاصة بتاعتي وحعصج الكبيبة اهي دي البصل بسم الله هنحط البصل وهنحط عليه ملح وهي دي فلفل سود وهحط عليه بوهرات طبعا لو انتم عايزين سماء السماء بيبقى حلوة قوي في الكبيبة ودبس الرمان بيبقى حلوة قوي برضو في الكبيبة بس انا ما هتطومش في الوصفة قلت نعملها بسيطة جدا اقتصادية لان انا عارفة ان مش كل الناس بيبقى عندها السماء ودبس الرمان فعلشان كده هم اختياري خلاص بشوح البصلة على ما تسخن بقى البصلة لو تبتجي تتشوح خليني اوريكو هنتكلم عن ايه ايه دي علبة عايزة اشوف رقم خمسة فين لازم يبقى مكتوب طيب خليني لازم يبقى مكتوب عليها مثلس عليه خمسة اهو لو معليهاش مسلس ما تشتريهاش مهما كان نوحة مهما كان نوحة ومهما كان سعرها غالي ومحل شي معليهاش رقم ما تشتريهاش تشتري اللي مكتوب عليه رقم خمسة جوه المثلس حواريكو دلوقتي خلينا يا خلود عاملة ايه يا سيد ازاكي حبيبي عاملة ايه حبيبي تقلبي ربنا يخليكي يا امر تسلميلي يا روح ينايا ليكي اقولك على حاجة انا كنت اقولك على بلاح الشام عنايا هقولك على بلاح الشام من هنايا الاتنين البصلة هي بتدت تتشوه هحط عليها السوية المجروشة وحقلبها فيها واسبها شوية على النار حسنت انها نشفت بزود لها شوية مية بسيطة لغاية لما البصلة تستوي والسوية تستوي تتعصج وتبقى بالزبط لحمة مع الصجر في الاسناء دي بقى انا مش هحط لحمة في قشرة الكبيبة طب انا حمسكها ازاي بحيث ما تفكش بني بالمية المغلية حنقع البرغل كبايتين البرغل في كبايتين المية المغلية البرغل ده انا نقعته علشان طبعا هو لازم يتنعم ويتساب من تلت لنص ساعة بس هو نشف سنة فانا هحط عليه شوية مية صغيرين انا حطت لكبايتين اللي ربع مش كبايتين نفسهم اه دي ربع كباية حاجة هحط له بصوا شايفين البرغل نفش ازاي اهو فده كده حيبقى سهل تشكيله هحط فلفل سود هحط ملح هحط بوهرات مشكلة في القشرة علشان تديني طعم حلو وهحط البصلة الزغيرة حتى الكوبيبل باللحمة بحط فيها بصلة وادي البطاطس بصوا مبشورة بصوا اهي عاملة زي الشعر لان انا سلقتها نص سلق وبشرتها بصوا اهي علشان تعجني الموضوع كله في بعضه اهي خلاص خليني حطهم في حاجة اكبر عشان يتقلبوا صح ايدي بقيت البطاطساية هحط كل المقاذير بتاعتي دي اهي وبعد ما نخلص الكوبيبة دي اتحديكم لو حد اخد باله انها مش كوبيبة عادية اهه بصوا ممكن ناس تحط بدل البطاطس سميد كوبات سميد اوكي انا الاول بعجنها لازم اديها خبطتين لو ما عنديش مفرمة ممكن عاستعملها في الكبة دي لان هي دي ارحم من اللي فيها لحمة ما بتحتاجش مفرمة اوي بس هحط عليها برضو معلقتين نشا اجي معلقة علشان تمسك وبعد كده في الكبة اضربها لغاية لما تشكل لي عجينة اهه اهه اوكي ادي العجينة اللي هفرمها هديها خبطتين كويسين في الكبة علشان تمسك بصوا هو كده هو هي مسكة معايا بس انا اخاف ان انا اعملها كده واجه احطها في الزيت تفتح معايا فانا افضل ان انا اديها ضربة في الكبة بصوا اه هي مسكة حلوة بقى ده لكن هحطها برضو في الكبة اضربها اهو مش هعملها كلها طبعا هعمل شوية لقد اللي هنعملهم في الحلقة اهي بضربهم اللي انا هستعملوا وبعد كده بحطها في التلاجة شوية صغيرين تمسك نفسها وابتدي اشتغل بيها نغير ده ونقلب اللحمة بتاعتنا اللحمة المعصر اهي بصوا اهي بصوا اتحدى ان حد يعرف طعمها او رحتها ان هي مش لحمة فرومة اهي بصوا اهي اوكي زي الفل خلاص كده دي الحشوة بتاعتي وزي ما قلتلكم عايز احط عليها ديبس رومان او اه احط عليها سماء بيبقى حلوة قوي فيها خلاص اهي هندرب بقى ال اه زي ما قلنا نساعدها بس خلاص اهو كده اهو بالنسبالي العجينة بتاعت القشرة بتاعت الكوبيبة خلاص باقت زي الفل اهي هاوريها لكو قبل ما اطلع الفاصل هوريها لكو اهي استاذ يا استاذ صفيام ايه ازاي حضرتك الحمد لله عينيه لحضرتك الله سلام اهلا بيك عينيه تقمر انا عايز بس يسلم على حضرتك مرسي ربنا يخليك تسلم يا رب الف شكر لحضرتك الف شكر صباحك فل بصوا اهي شايفين اهي العجينة طارية استيكي كده ملزاها ماسكها حلوة قوي في بعضها هعطها في التلاجة نص ساعة وابتدي اشكلها وحشيها طبعا باللحمة المعصاجة اللي احنا عاملينها صحوص